بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أن هذا الشرح مبسط على الدوران تع الماء في المحرك سير يعني يعني شما الحاجات اللي مر بهم الماء في محرك سير أنه طبعا هو راديتار هذا اللي هو الأصل يعني اللي هو راديتار تبريدي اللي هو المبرد طبعا أن هنا الخزة تع الماء أن هنا مضخة الماء أن هنا راديتار متاع الشفاج اللي هو داخل السيارة وأن هنا الفجران اللي هو مبرد الزيت وأن هنا طبعا مستوى الخرطي هذا ما أشياء كيف نفهمهم وأنه مروح على بر هذا يعني الماء كيفاش يمر بالمحرك هنا بالمحرك هنا الماء البارد يجي يعني يطلع من اللوطة ويمشي لفوق يجي من هنا من اللوطة هذا شوفيه أزرق ويتعدى هنا على المحرك من هنا كله من الأزرق هذا هي شوف فيه وكي يسخن ترمسة تحل يمشي الماء السخون ويعود يرجع للموتور هكذا كديم الماء سخون داخل خارج الماء البارد داخل وخارج والسخون خارج وكذا باش يتبرد ويرجع ويبرد معها الزيت ويبرد معها المحرك كامل وفما أنواع اللي هو الخرطومة متع يعني خزان الماء هدايا البراني اللي هي البوتاية متع الماء ودبوز الماء فما النوع اللي هي رجع لها الماء فيه رتور الماء هنا فما النوع اللي تقول كان خزان بركيا يشفط منها الماء النقص نشوفوا هنا اللي هي عنا هنا هذية خزانة على الماء هذية فاسدو هذية فما النوع اللي هو يتصب الماء هنا طب ما فمش بوشارة ديتار هنا شوفتو هنا فما بوشارة ديتار هنا ما فمش بوشارة ديتار كذاك هنا فما بوشارة ديتار هذية شوفتو هنا هذا فما بوشارة ديتار هذا ما فيه شي ما فيش خزان اللي هو يشفط المعمل هذا يشفط المعمل